التقى رئيس مجلس الوزراء دكتور أحمد عواظ بن ببارك ممثلي البنوك والمصارف اليمني المشاركين في المؤتمر المصرفي العربي لعام الفين واربع وعشرين الذي استضافته دولة قطر يومي العاشر والحد عشر من سبتمبر الجاري برعاية مصرف قطر المركزي وبتنظيم الاتحاد المصارف العربية تحت عنوى متطلبات التنمية المستدامة ودور المصارف وطلع دولة رئيس الوزراء من المشاركين على جدول أعمال المؤتمر والجلسات النقاش التي ركزت على دور البنوك والمؤسسات المالية في تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة ودور القطاع المصرفي في تمويل التنمية والشمول الرقمي وغيرها من المواضيع وأقد رئيس الوزراء حرص الحكومة على إيجاد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص وفي مقدمتها البنوك والمصارف وتوسيع فرص الاستثمار بما يتوافق مع المسارات الخمس والأولويات التي تمثل رؤية العمل المستقبلي مشيرا إلى جهود الحكومة في الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد لإيجاد البيئة الملائمة لعمل القطاع الخاص وتدليل الصعوبات أمامه كشريك رئيس للحكومة لتنمية البلاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي